حماد بن سلمة إمام من أئمة أتباع التابعين يقول والله لو خيرت يوم القيامة يقسم يقول والله لو خيرت يوم القيامة في أن يحاسبني الله أو تحاسبني أمي وأبي والله لاخترت أن يحاسبني الله فالله أرحم بي من أمي وأبي والله الذي لا إله إن الله أرحم بنا من أمهاتنا وأبائنا كيف؟ الله جل وعلا يقول إن الله خلق مئة رحمة أنذل رحمة واحدة إلى الدنيا بها يتراحم الخلق صوروا كل الخلق مشتركون في رحمة واحدة الخلق الإنس والجن والبهائم والطيور والسماك والأسماك كل شيء قالوا وبها ترفع الدابة رجلها عن وليدها بهذه الرحمة رحمة واحدة وبها رحمة أمك بك رحمة واحدة قسمت على الخلق كلهم من إنسهم وجنهم من أولهم إلى آخرهم وأبقى الله تسعا وتسعين رحمة ليوم القيامة من تريد أن يرحمك أمك أبو الله سبحانه وتعالى من تريد أن يحاسبك ولذا قال إن رحمتي سبقت غضبي رحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى ونرجو رحمة الله ولا نرجو رحمة غيره يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه ولكن المطلوب فاستغفروني ولكن نستغفره بانكسار فاستغفروني أغفر لكم صفحة طويت عمرو بن العرص أسلم في السنة السابعة من الهجرة يعني بعد عشرين سنة من البعثة أسمه خالد وليد وأثمان بن طلحة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء عمر مد النبي يده لبايعه عن الإسلام فقبض عمر يده فالتفت إليه مبتسم قال ما لك يا عمر لماذا أنت متردد؟ قال أشترط عندي شرط فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال تشترط ماذا؟ تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي ما قد سلم كان عدوا لله والرسول وهو الذي ذهب إلى النجاش يحرضه على طرد المسلمين من الحبشة أصحاب الهجرة وحارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد قال أشترط أن يغفر لي ما قد سلم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ تجب تلغي تذهب إن الحسنات يذهبن السيئات مد يدك فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمره كان صادقا فيما قاله بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستغفروني أغفر لكم